وبركاته وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمن يا رب العالمين ثم ما بعد أريد أن أشارككم أولا قصة ولكن قبل ذلك أعتذر إليكم أنا طالب لهذه اللغة وللقرآن الكريم ولست إلا مبتدئا في هذا فربما أخطئ في كلامي ولم أبلغ الإلسان في الكلام لأنني لا أجد فرصا كثيرة لأتحدث إلى أحد من اللغة العربية في أمريكا فهذه خبرة جديدة ونسأل الله عز وجل أن يساهل هذا على لساني ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلول عقدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين فالحمد لله رزقني الله عز وجل سبعة أولاد وابني الصغير الأصغر ولد قبل سنتين وحينما ولد اكتشفنا أنه يعاني من تسارع نمضات القلب ولم نعرف هذا في البداية قد أخبرنا الطبيب لأنه كان يتنافس بسرعة هكذا هكذا منذ ولادته فجعلوه في قاعة خاصة في المستشفى مع باقي الأطفال الذي يعانون من المشاكل ولم يكن لنا وما كان من المسموح لنا أن نزوره إلا لبعد الساعات المحددة فكنت أزوره يوميا في المساء وكنت أقرأ عليه القرآن كرقية وكنت أفعل هذا أقرأ عليه القرآن وجاءتني الممرضة وهي أمريكية غير مسلمة جاءتني وقالت لي ماذا كنت تغني فقد لها أنا كنت أقرأ القرآن كتاب الله فطلبت مني أن أستمر من قراءتي بعد الانتهاء من الوقت المحدد يعني كنت أقرأ عليه لمدة عشرين دقيقة لا أكثر فقالت لي إذا كان بإمكانك أن تبقى إلى المكان وأن تستمر من قراءتك فسألتها لماذا تطلوين هذا مني فقالت لي حينما كنت تقرأ وتغني قالت حينما كنت تغني لاحظنا أن جميع الأطفال في القاعة أصبح تنافسهم هادئة سبحان الله فذكرني هذا بقول الله عز وجل ألا بذكر الله تطمئنه القلوب هذه القلوب في القاعة كل هذه هؤلاء الأطفال هم على فطرتهم فكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه هذا لم يحدث بعد هؤلاء على الفطرة وهذه القلوب تتأثر بكلام الله عز وجل سبحان الله وبدأت أشعر بشيء من الحرج يعني هؤلاء الأطفال تطمئن بقلوب الله يطمئنون بذكر الله وأنا لا أشعر بما يشعرون به يعني أقرأ القرآن عليهم وأين قلبي فذكرت هذه القصة إليكم لأنني حينما حضرت هذه الدورة كما أجابني الله عز وجل دعائي حينما سألته أن يشعر قلبي بإطمنان القلب بذكر الله عز وجل هذا ما شعرت به خلال هذه الدورة ولله الحمد ثانية أريد أن أقص عليكم قصة افتراضية واحتراما لأستاذنا الكريم تتمحور هذه القصة حول رجل اسمه محمود لا لا مسعود قدم طلبا في إحدى الجامعات المرموقة في العالم ليحصل على شهادة عالية متخصصة وأن تتلمذ على أشهر وأعلم الأساتذة المرمقين في مجاله فهناك طلاب كثيرون من كافة أنهاء العالم أيضا قدموا طلبهم في نفس البرنامج في نفس الجامعة عالمين أن العدد للمقبولين صغير وجل من قدم الطلب سيواجه خيبة آماله فأخبر مسعود بعد شهر أنه مقبول وهنأه أهله وأصدقاؤه يشعر بالاختخار وبأنه محظوظ جدا بالمقارنة للكثير من المرفوضين فلما بدأ دراسته في الجامعة واجه بعض الصعوبة فدعاه أستاذه وأخبره بأنه إذا لم ينجح في الامتحان المقبل سيطرد وليس هناك عدد قليل من من ينتظر أن يقوم مقامه في الجامعة فالآن نترك هذه القصة ونعود إليها وأرجوكم أن تتذكروها إن شاء الله يقول الله عز وجل في كتابه الكريم في مطلع سورة الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فأريد خلال هذه اللحظات أن أذكر نفسي وإياكم بعض الفوائد من هذه الآيات المباركة أن الله عز وجل قسم الجملة الأولى من هذه السورة آيتين الرحمن آية علم القرآن آية رغم أنها جملة واحدة وهي الرحمن علم القرآن هي جملة واحدة تأملوا معي أن الله عز وجل قال لنا ليتدبر آياته يعني فكأنه يتوقع من المؤمن القارئ الوقوف والتدبر عند كل آية فلابد أن نقف ونتأمل كلمة الرحمن وهو اسم عظيم من أسماء الله الحسنى لوحده فأسأل نفسي كم مظهرا من رحمة الله عز وجل نسيتها اليوم أتأمل في نعمة البصر على سبيل المثال هل أستحق هذه النعمة من ثانية إلى أخرى أليس بصري رحمة من الله عز وجل وماذا فعد لأستحقها فإذا لم أكن قادرا على استشعار كامل برحمة الله عز وجل لثانية مليئة على نعمه ظاهرة وباطنة فكيف برحمة الله علي منذ خلقني في بطن أمي فلو حاولت أن أكتب قائمة متكونة من إجابة سؤال واحد وهو كيف هو الرحمن في حياتي أعترف بأن هذه القائمة لا نهائية ولكن السؤال لنفسي على الأقل علي أن أعرف ما هو الشيء الأول الذي أكتب في قائمتي ما هي أعظم رحمة الرحمن في حياتي كيف لي أن أعرف هذا وخلقت جهولا فالله عز وجل أخبرني في مطلع هذه السورة المباركة أن أعظم رحمة الله عز وجل هو أنه علم القرآن تأملوا الرحمن علم القرآن تفوق هذه النعمة على كل ما أعطاني ربي في حياتي تأملوا معي كذلك أنه قال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا لأن الله عز وجل أولا خلقنا ثم علمنا البيان ثم علم القرآن فهذا الترتيب ليس ترتيبا زمنيا فقدم قوله علم القرآن وجعلها أقرب من اسمه الرحمن كأن تعليمه للقرآن أعظم عنده رحمة من خلقنا ثانية تأملوا معي هل في الوجود معلم أعظم وأكرم وأعلم من الله عز وجل فإذا استشعر الإنسان مثل مسعود بالافتخار وحسن الحظ حين يجد فرصة ليتعلم من عالم مميز في جامعة مرموقة فما علينا أن نشعر به والله عز وجل هو الرحمن علمنا القرآن ليس هناك في الوجود شرف أعظم من أن يغتنم العبد من هذه الفرصة وهل في العالم علم أعلى وأعظم من كتاب الله فإذا الإنسان يرى نفسه محظوظا وهو يتعلم ما يراه الآخرون علما عاليا فتذكروا أيها الإخوة الكرام أننا ذكرنا خلال هذه الدورة وعلمنا شيئا من علم ليس هناك علم أعلى منه كلما ازداد علو علم من العلوم كثرت المتطلبات مثل الدكتوراه على سبيل المثال وقل عدد من يقدر على توفية الشروط أما بنسبة أعلى علم بين أيدينا وهو القرآن قلت المتطلبات إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد وكلما ازداد علو علم من العلوم رآه الناس هذا العلم أصعب وأكثر تعقيدا ثم نشكر نعمة الله علينا إذا علمنا أعلى العلوم القرآن وفيه قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وما علينا إلا أن نتذكر فالطالب الذي يتكاسل أو يكرر الأخطاء أو يرسم في الامتحان أو ينسى واجباته قد يطرد من الجامعة أو على الأقل يغضب عليه أستاذه وتأمل الرحمن أيها الإخوة معلمنا للقرآن الكريم كم ننسى كم نخطئ وكم نتغافل والرحمن يعطينا فرصة بعد فرصة يوما بعد يوم أليس هو الرحمن الذي علم القرآن هذا كان تذكيرا لنفسي ولكم على وجه العموم ولكن وددت أيضا أن أشارككم بعض الملاحظات المتعلقة خاصة بمشاركي هذه الدورة نحن تخيلوا معي أن الأستاذ داؤوذ يزورنا في أمريكا وقمنا بهذه الدورة نفسها في مسجد ما هناك ثم يحضره عدد كبير من المسلمين كما حضرتم أنتم ومن أسلوب الأستاذ الكريم الرائع لنا كبراعم يتلو علينا آية ونكرر ما تلا بأصواتنا العالية فيفعل هذا في الدورة الأمريكية كلما يتلو آية وينتظر التكرار المشاركين لن يسمع إلا همسا لماذا؟ لأن هؤلاء رغم أنهم يحبون القرآن مثلكم ويرغبون في أن تتأثر قلوبهم بآيات الله سبحان الله بينهم وبين كتاب الله حاجز اللغة لا يعلم جلهم شيئا من لغة كتاب الله ولا نلومهم أنا كنت منهم ذكرت هذا أمامكم لأذكركم بنعمة الله العظيمة الخاصة التي أنعمها الله عليكم كما لم ينعم على أكثر الأمة وهي أنكم تفهمون ما يطلع عليكم عقلا مارسنا هنا أن نسمع لما يطلع علينا قلبا كذلك فلماذا عن كمية كبيرة من الأمة لا تقدر على لذة القرآن الكريم في الصلاة عقلا فكيف قلبا؟ أشكر الله عز وجل أن هذه اللغة لكم لغة الأمة ذكرت لكم في البداية الرحمن علم القرآن أقول لكم أنه علمكم خاصة أكثر مما علم دونكم فقط لا فقط من الإنسانية بل من الأمة فليس عليكم الشكر فقط بل أن تكونوا نموذجا لباقي الأمة لتروهم مظهر أهل القرآن كيف يبدو مجتمع منورة قلوب أهله من النور الذي أنزل أرى هنا معكم واستشعر هنا بحب القرآن الكريم وأسأل الله عز وجل أن يرفعكم بهذا الكتاب ولتكونوا شهداء على الناس وتكونوا مثالا للمسلمين من كافة أنهاء العالم أتيتكم كأجنبي وأترككم وأشعر بأنني أودع أهلي أسأل الله عز وجل كذلك أن يرزقنا فرصا أخرى لللقاء ولو لم يكن في هذه الدنيا ففي دار أحسن منها ربنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته